الحمد لله عب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد فيجمع الجميع على أن منازل الشهداء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه عظيمة عند الله وعند الناس فهم ليسوا أموتا بل هم أحياء عندهم يوزقون حيث يقول الحق سبحانه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعون ويقول سبحانه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عندهم يوزقون ويقول سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستمشوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم مكانة الشهيد عظيمة لضاقة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو ددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل من الذي يتمنى هذه الأمنية إنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لو ددت لتمنيت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل لعظيم مكانة الشهادة عند الله وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو ما تعلاف عاشه وعندما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جابر بن عبد الله محموما منكسرا بعد استشهاد والده قال يا جابر إن الله عز وجل لم يكلم أحدا إلا من رائح جاب ولكنه كلم أباك كفاحا قال له يا عبدي تمنى علي يا عبدي تمنى علي فما كانت أمنية الشهيد العظيم قال يا رب أن أرجع إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك فأستشهد مرة أخرى فقال له الحق صبحانه لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا ليت قوم يعلمون فنزل قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتها بل أحياء عند بهم يوزقون والشهيد تغفر زنوبه بأول قطعة من دمه وهو عفيق النبيين عفيق النبيين والصديقين ألم يقل الحق سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك عفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما الشهادة هبة الشهادة منحة الشهادة فضل من الله ألم يقل الحق سبحانه وليعلم الله وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء فهو الذي يصطفي وهو الذي يختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويصطفي الرسل ويصطفي الشهداء ويتخذ الشهداء ويمن بالشهادة على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى على أن الشهادة الحقيقية هي التي تكون خالصة لوجه الله لا لدنيا يصيبها الإنسان ولا لصالح حزب أو جماعة إنما هي التي تأتي دفاعا عن وطنه وأرضه وعرضه ابتغاء مرضات الله نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شهادة خالصة في سبيله وفي سبيل وطننا يرضى بها عنا يوم القيامة وأن يتغمد جميع شهدائنا بواسع رحمته إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم وأحمد الله وبعاكاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر